أهلا بك زميل عبد المجيد وبالسادة مشاهدي قناة الإخبارية بالفعل أنت ذكرت نقطة هامة جدا وهي تصريح سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر سابق الذي انعقد في الجبال مؤخرا واللي يتحدث فيه أو لمح بالأصح فيه عن مفاجأة ستكون أو سيتم الإعلان عنها في وقتها دعني زميل عبد المجيد في البداية نسلسل هذا التاريخ أو هذه المفاجأة كيف أتت أو بالأحرى كيف سنصل إلى مفاجأة أن المملكة تحولت من منتج تقليدي للبترول الأحفوري التقليدي إلى إنتاج البتروكيميويات والآن نحن في نصح التعبير في المرحلة الثالثة من التاريخ البترولي للمملكة لطالما كانت المملكة تعتبر أن الغاز بالمرتبة الثانية من حيث الدخل والربحية لبيعه أو تسويقه على مستوى العالم وكانت دائما تفكر في فقط سد حاجتها من هذا الغاز لحد ما وصل الأمر إلى أنها كانت تفكر إلى وقت قريب إلى قبل خمس إلى ست سنوات كانت تفكر في استيراد الغاز أيضا لأن احتياجات المملكة زادت اليوم وبما حباه الله سبحانه وتعالى هذه الأرض الطيبة والطاهرة من مكونات ومن كنوز في باطن الأرض تم الإعلان عن حقل الجافورة والذي أخذ نصيبه من الطرح الإعلامي ولست بصدد ذكر هذا الحقل الكبير أنا بصدد ذكر مبادرة أطلقها سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان في مبادرة الاستثمار لو رجعنا بالذاكرة قليلا أطلق ما يعرف باقتصاد الكربون الكل كان يعتبر أن هذا تحدي جديد من تحديات المملكة مثل ما اعتبروا أن المملكة ستصبح مصدد للغاز تحدي كبير وغير مقبول وهي دائما المشاريع الكبيرة ما تواجهها وتجابة بعدم التصديق للوهلة الأولى اليوم العالم كله مجتمع من جميع دول العالم الأوروبية ومن الأمريكيتين ومن شرق آسيا ومن جميع دول العالم سواء المنتجة للبترول أو الغير منتجة للبترول حتى المستهلكة مجتمعين هنا في الرياض في هذا المؤتمر ليناقشون مبادرة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان التي طرحها في مستقبل الاستثمار والتي لم تصدق في ذلك الوقت وتقوم هذه المبادرة على بدلا من الإضرار بالبيئة والمناخ وأيضا المملكة وقعت على اتفاقيات عالمية بما يتعلق اتفاقية المناخ وغيرها يقوم هذا الأمر على تحويل غاز ثاني يكسيد الكربون والغازات الضارة وتخزينها في باطن الأرض وإعادة إنتاجها من جديد واستخدامها في البترول كيميائيات أي بمعنى أن هذا المشروع يقوم كأنه زميل عبد المجيد أشبه مع فارق طبعا التشبيه أشبه بإعادة استخدام الورق إن صح التعبير اليوم نحن سنعيد استخدام ليس فقط الغاز الضار أو الغاز الطبيعي في الطاقة في المملكة وإنما سنعيد أيضا استخدام حتى الغازات السامة الغازات التي كانت تضر بالأجواء كانت تضر بطبقات الأجواء المختلفة سنعيد استخدامها من خلال تقنية جديدة هي حقنها في باطن الأرض واستخراجها بطرق علمية وإعادة أيضا تصديرها من جديد واستخدامها في البترول كيميائيات دعني أيضا زميل عبد المجيد في عجالة أعرج على المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر وهي القيم التي تنطوي عليها تقنية استخلاص الكربون واستخدامه وكذلك السياسة الخاصة بتقنية استخلاص الكربون وكذلك جهود التعاون على تقنية استخدام الكربون المملكة اليوم أعلنت أنها رائدة في هذه التقنية الجديدة في هذا العلم الجديد في هذه الثورة البترولية الجديدة وبالتالي أيضا زميلي عبد المجيد لازمنا ننتظر عن المفاجأة أيضا التي أشرت لها في بداية سؤالك بالتأكيد محمد يعني كما ذكرت اقتصاد الكربون مهم في مواجهة تحديات تغيير المناخ نعلم أن المملكة تستضيف هذا العام رئاسة مجموعة العشرين من أبرز الملفات والتغير المناخي محمد بن سعد